طلع حيدر العبادي كعادته بلقاءاته التلفزيونية دعبل قنابل فبهذا التصريح سوى أزمة شبيرة بين التيار الصدري والإطار التنفيسي شلون حيدر العبادي هنا نشي يقول يقول إنه لما انتشنت رئيس وزراء والصدريين طبوا للمنطقة الخضراء طلبوا مني أمحيهم بالطيارات يقول أنا ما قبلت دعونا نشوف كان آخرون يدعوني أستخدم السلاح والطائرات حتى أحصد الناس أنا ما سوي من رأيك من ضمن الإطار كانوا يلحون عليه ويلوموني إذا ما أعمل شيئا سمعت يقول من ضمن الإطار من أم برأيك يضوج من الصدريين وهو من ضمن الإطار أو قيادي كبير بالإطار ليش هو لما انشان قدر يمحي الصدريين خلنكون واقعيين اللي يحب ولي يكره جيبولي كتلة أو تيار يقودها رجل واحد عمي أكو مثل عراقي يقول حب وحتي وكره وحتي جيبولي كتلة أو تيار سياسي أي شي تمام؟ لأي زعيم كان إطار ولا مؤطار جيبولي واحد يقود أكبر كتلة جماهيرية في العراق شخص واحد يقودها من هو؟ من هو؟ بس سيد مقتدر فهل قد ما أكو دودة في الفل صاير عد واحد أنا عرفه هاي الدودة دتأذيه من زمان مليوم كلش دتأذيه يعني بين فترة وفترة تطلع والطب تطلع والطب بالشجرة صدق متأذي رح يموت بعد ظلت يمك والله دمر العالم عني والله دمر العالم غير يموت عاد نخلص لا هم يطلع عنا واحد هم يطلع واحد همين المهم فأحب أقول لابوا دودة لابوا اللي يريدي يصفيهم أحب أقول ماكو كتلة ولا أكو رئيس وزراء يقدر يقضي على شعب ولا أي واحد يقدر يقضي على شعب حبيت كرهت الصدريين كتلة جماهيرية كتلة بشرية كبيرة ما ممكن يجي رئيس وزراء ولا أي واحد من هاي الدولة ماتك يقدر يقضي على كتلة تفوق العشرة مليون لا يا أزية من عشر مليون موسيقى موسيقى